اشتركوا في القناة ويوسف بوزيدي مدربا جديدا خلفا لميلود حمدي وشابه بروزداد سيتفرق كلية إلى البطولة والكاسة بعد مواجهته لمنافسة من كل الإمكانات اللوجيستيكية والمادية والبشرية منافسة عن صندوست تحدث بإمكانها العباء في البطولة البلجيكية والهولندية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية في الدني الإمكانات أو الإمكانيات التي شهدتها بأم عيني شخصيا في بريطوريا عاصمة جنوب إفريقيا والحديث عن المنتخب الوطني الأقل من 17 سنة والكاسة الإفريقية التي تحتضنها الجزائر التي أضحت قبلة الأفريقى وقبلة عشاق الكرة المستديرة بالقارة السمراء إضافة إلى مواضيع أخرى متفرقة ومتنوعة للحديث عن كل هذا أو قبل الحديث عن هذه المعواضيع والتعريف بيضو في هذا العدد نتوقف عند الخبر المحزن والخبر الأليم الذي وصلنا إلى بريطوريا بجنوب إفريقيا صباحة يوم الجمعة بوفاة ولدة الصديق والأخ والمتابر والنشيط ومحبوب الجميع وليد ريسي الخبر نزل كالساعق عليه وعلينا وعلى كل بيتة نادي شباب الوزداد هذه السيدة المحترمة التي كانت متابعة وفية لهذا البرنامج وكانت مشجعة لشخصيا ومشجعة لابنها الوحيد الابن البار وليد ريسي نعم كان الخبر كالساعقة ولكن رحمة الله كانت واسعة وأنزلت عليه الصبر والطمأنينة والسكينة خصوصا بعد دفنها بمقبرة القطار هو الخبر الذي ألمنا جميعا وألم كل من يعرف وليد ريسي من قريب ومن بعيد خصوصا هذه السيدة المحترمة التي كرست حياتها لابنها الوحيد وليد ريسي إن لله وإن إليه راجعنا إذن التعريف الآن بيضو في هذا العدد أتوان أميرات أهلا بك شكرا تلبية الدعوة والحضور معنا أكيد بدأنا بذلك الخبر المحزن والألم ويبقى الحياة تستمر وكذا هي صمت الله في خلقها خير كمال ومسخير كل المتابعين نحكي بالون وبالمناسبة للمهدين أعزو العائلة وليد ريسي ونقول لهم كما يقولوا الله أعطى ولهم أأخذوا كما يقولوا أعظم الله أجرهم إن شاء الله إن شاء الله مستفى أصبع أحنا بك شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا مساء خير مساء خير وشكرا على استضافة ونعزي وأخنا ريسي وليد على الحزن هذا الشي الحزن يعني صعيبة صعيبة أنت في الغربة تسبب خبر وفاة الوالدة أصعب خبر ثلاثة صباح يتكلم معها هو معي في الغرفة يتحك ويقصر سبعة صباح يأتي خبر بأن الوالدة غادرت الحياة يعني ولكن خبر صادم له ولانا لبيعتة شباب المزداد كلاعبين كنطاقب فيني وكإدارة شباب المزداد التي كفت وفت تتحدث عن كل بيعتها من لائبين من مدرب نبيل الكوكي من المسائدين تاو من أعضاء فريق شباب المزداد مشهته من موقف رجولية من طرف اللائبين ومن طرف هذا المدرب الكوكي الذي أبهراني بدون حديث عن ما يتعلق بانتقاداته لخطته التاكتيكية وخياراته ولكن أن تحدث عن الإنسان أن تحدث عن الشخص رجل بيعتما تحميله الكلمة من معنى نقطة إلى السطر أمين أزوز أهلا بك شكرا لتلبي تبدا والحضر معنا كمال نترحمنا كذلك على أم الصديق وزميل وليد رئيسي رب يرحمه يستعليها وربي يصبره على فرقها يعني شيء صعب إن شاء الله تكون في أهل خير من أهلها وفي دار خير من دارها شكرا لك محمد دامين أزوز إلى كأسي ربيطة أبطال أو كأسي الكافة اتحاد العاصمة يتأهل بجدارة واستحقاق ضد فريق منظم ضد فريق قوي ضد منافس عاليد هو فريق الجيش الملكي نستمع لأرى بعض اللاعبين وفرحة التأهل إلى الضورنس النهائي في مواجهتي ستكون قوية ضد أساك من مصار يا ربي هذا التأهل اللي خلينا كما نقوله نزيد ونكبره في عيون الأنصار في عيون الفريق وإن شاء الله بربي بإذن الله نديروا قاع وشكين باش نهديوا لهم حاجة في فنت سيزون ونهديوها لكونا بيل الله يرحمه أول الحمد لله يا ربي هذا التأهل من عند ربي سبحانه نتمنى إن شاء الله نعام الفريق تاعي ونديروا ليد في ليد إن شاء الله باش نحقوا كأس إفريقيا إن شاء الله نديروا المصار الحمد لله هذا التأهل ما جاش بالسهل جاب بتعب كبير جاب فضل ربي سبحانه جاب فضل اللاعبين ومشكونين بالزافة للأدالي أدى وفوق أرضية الميدان جاب فضل دقم الطبي للفن والإدارية الحمد لله إن شاء الله هذا التأهل لهم إن شاء الله نزيدهم فرحهم يكذب عليك هكتوب لعبنا الله اللي في إصطاد نروتو لعبناهم في المغرب وإن تأهلنا هذه القرآن ننظمنا بلي ديفوه تتخدمك ديفوه ما تتخدمكش لتكون عنده إيكيب صحيحة ضيخة بشكما هنا يا كمالهيه وإحنا عدنا دوك عدنا ماشتع الجياسك إن شاء الله نبريفاري وإن شاء الله ماشتع الجياسك إن شاء الله نحفى الدمي فينا إن شاء الله هذه كورت القادم اليوم فيها فوز وفيها خسارة الحمد لله فريق اتحاد العاصمة دال الواجب بتاعه باش تأهل النسف النهائي احنا الهدف تعنا ببلوغ النهائي وحوصل الكأس الفريقية باش نقوله حفظ الماء الوجه سيبا زين تي ترادا إن شاء الله لعبنا مرموا عين بالمسؤولة اللي أتسلناهم وإن شاء الله نحقوا المبتغات على فريق اتحاد العاصمة منطقي من محمد لا منزه مموش هذا ليس بلقب هو التأهل الأقل ولا أكتر ولكن قد تأهل مستحقة لفريق اتحاد العاصمة في موجهتي لمنافس قوي وعنيت خليقلك من النحية التاكتيكية ريهان بحوه عبدالحق بن شيخة ما نيمكن يقول مصطفى أسبع حول تأهل الاتحاد الحاصمة وحولاته المباراة حقيقة هذه التأهل اللي يستهلوا مئة في المئة للفريق اتحاد العاصمة بالمقابلة الأولى والمقابلة الثانية بالمقابلة الأولى شفناه وين فريق اتحاد العاصمة كما سيطر على الفريق الخاصم خاصة في وسط الميدان شفنا بليدار كريا بزاف لزوكاسين قادر يسجل أكثر من زوج أهداف نظن بليل كوتي ديفونسي ووسي البلوك ديفونسي بتاعه وكان منظم كما ينبغي نظن بليل فريق اتحاد العاصمة ما عدا خمس دقائق ولا عشر دقائق الأخيرة من شوط الثاني في الجزائر هدو على المقابلة في سخمسة جويلة نظن فريق اتحاد العاصمة كان قادر يسجل أكثر من هدافين في العودة أيضا نظن بتيقات عزوج أهداف من نساء معرحش لي كتباش يسير هذو كزوج أهداف أولى في النتيجة بزوج مرات ودلكت معبره لابعون كيسي لبوت نظن بليل ميش حاجة سريعة كانت قادر يسجل هدف ثالث هو أيضا قبل فريق اتحاد قبل الفريق الخصم لأنه كانت عنده ضربة جزاء واضحة ولكن نظن بليل ثلاثة أثنين ما تقلق شاح كم الخورة نظن بليل سيطرة على الميدان رغم كنا نلعبه في المغرب نظن بليس كل هذا التأهل ولكن كما قال زيماء عنده الحق ما لازمش نحبسه هنا وخب مغير هذا الدمي فينا نظن بليل لازم يحضره كثير المقابلة القادمة أتمنى أميرة اتحاد العصيمة هذا الفريق الذي سبق له سبق لك وانت قمسته ألوانه أطحى فريقي من خبرة وحينكة وعنده مباراة كثيرة في المنافسات الإفريقية في كل مرة يوصل إلى الدولس في النهائي يصطدم إلا مرة ضد تي بي من ظنبي عندما وصل إلى النهاء كورسرها هل ترى بهذه المنافسة تغازي الاتحاد العصيمة لأن المنافس قوي كالفريق الجيش الملكي لا أقل أو لا أكثر لكن قبل هذا دخلنا نعطينا التحليل التقني الطاكيكي للمباراة أولا كمان وش نقول هنا اتحاد العصيمة على هذا التأهل حبيت نعلق برك على وش قال زي ما مقبيلات قال لك باللي ماهيش نهائي ولكن أنا نقول نهائي قبل الآوان ما يخفى لك بالإتحاد العصيمة واجه فريق اسمه جيش الملكي اللي مرشح الأول بفوزه بهذه رأي الترتيب رأي الترتيب وكما نقوله مكراسي اللول في البطولة فريق اللي عنده 11 سنوات هو يتكون هذا الفريق لو تشوف تعليقات على هذا اللقاء هذه من طرف محبين جيش الملكي كانت عندهم خيبة كبيرة باسكو كانت عندهم فون فيونس طوطال باش يجوزوا لدورتاع اتحاد أنا استغسر استغسر بالاتحاد العصيمة أنا نقول باللي ولكن من جانب أنا نقول خبرة المدرب بن شيخة اللي أعطت ثمارها نقول لك علاش باسكو هنا تفيق باللي المدرب بن شيخة قرى الخصم ويعرف بطولة المغربية اخذت في عشر سنوات أنا نقول عشر سنوات اللي مضاها في البطولة المغربية شفناها أعطانهم السلاح شفنا وجه آخر اتحاد العاصمة شفنا أولا حاجة شفنا لغرينطان طريقة اللعب جاهزية اللعب أنا نقول باللي ثمار المجهود لدياره دوكا أنا نقول باللي تنشيخة عنده الوقت باش يعرف اللاعبين شفناه كمام يعرف الخصم يعرف قرى طريقة اللعب الجيش المالكي وين شفناه في اللقاع في المغرب شفناه طريقة اللعب اللي لعب بها أنا ما زال مش فارق جزائري لعب مين دا كيلعب البلوك أو وين كان يبريسي الفارق الخزمي وين سجل هدفين أنا نقول باللي برافو باشيخة عرف كيف شفناه تحليقوك تعقيبوك حول أدى التعهل حول مباراة برافو لاتحد العاصمة أنا في هذا اللقاع أولا غير شجعتهم كنت معهم قلب أكيد نشجوه فارق جزائري كيف والمقابلة ماشي سهلا أمام ملعب مكتضي لآخره يعني كان ضغط كبير في هذه المقابلة شفنا اتحد العاصمة عرف في تفاوض في المبارتين شفنا باللي لا تتوش تعى عبد الحق بن شيخة كانت واضحة يعني يعطى نفس جديد للفارق هذا كان نفس جديد ممكن كانت بعض الانتقادات في الأول بسيح الناس لازم تفهم باللي مدرب باش يجيب اللمسة والعامل ويبدأ يظهر لازم له وقت ماشي في مقابلتين أو ثلاثة عدوا المشكلة في الجزائر يعطيك صح احنا شفنا باللي الفارق يتطور مع عبد الحق من يحد لعب وحاضر ومركز في الليقاء شفنا باللي تحت العاصمة يعني تأهل بكل جدارة تأهل يعني ميريتي ونتمنى له كل النجاح إن شاء الله مصطفى سبع قبل حاجة اللي لازم نشوفها كما قال النقاش بتوح بيناتك با كان لبريسينغ لبريسينغ وعلوها لأن بن شيخ فطلا بلي اللعابين تعو جمجينب فيفا سيتي عندها قدم الحديثة حاجة اللعابين تعال تحار العاصمة أحسن من الفريق الخاص من جانب الخفاف في اللعب وكما قال تاني اخدا وقته باش يوجد الفريق من جانب التكنيكو وطاكتيكو وطاكتيكو هذي الاكويزون بين اللعابين هذي خلات الفريق تعال تحار العاصمة في المرحلة المرحلة المقابلة اللولة والتانية يخلق بزاف فرص لتزديد لهذا أنا نظن خداب بالاعتبار هذي الكويزون تاللعابين لتامونطال تاللعابين لأينا قلتوا بليكم كو كانت تذكر لغرينتا في اللعب وأيضا لا فيفا سيتي من جانب البدني لا فيفا سيتي في اللعب وين لعب لعبين تعال تحار العاصمة كانوا في المستوى كبير زيد ضيف لهذه هذا لا فيفا سيتي كانت حتى الدقيقة الأخرى تالمقابلة هنا نقول للفارق كي حد العاصمة كان محضر من كل جوان أعتمان أميرات قبل الإضافة والتعقبة لما قال مصطفى سباق هذا العام بزاف الأنصار والمتابعين قالوا فريق تحار العاصمة فريق ذيف في البطولة الوطنية وكل انتقد لأداته ونتائجه هل نقول حينكت خبرة الفريق اسم الفريق قريا خبرة بن شيخ ما تعلق قريا عندنا في مثل هكذا منافسات لعبة دورها وفعلت فعلتها في تعاول الاتحاد العاصمة ينسير كامال لو نشوف عبالك دوكا واقب تاني لو شقال شبا ولو نشوف وقتاش فارق اتحاد العاصمة بن شيخ صح في طروا مو طروا مو وديبتاعه كان واعر بزاف هو كان لجوار كان لجوار كان لجوار كان لجوار كان لجوار كان لجوار كان حاجة للمليحة كامال في هذا اللقاء اللي شفناه كان يدير لبلا كان يربح طروازيرو ولكن ما كانش يعرف يتفاوض في اللقاءات خارج الديار ولكن هاد النقطة الإيجابية وين شفناه في هاد اللقاء هو كيفش طريقة اللعب اللي كان مبقيناش مبقاش يلعب ينتظر ينتظر من الفارق الجيش المالكي باش باش هو يدير اللعب وينتظره ويلعب بالكونت ولكن حاجة حاجة النقطة الإيجابية وشن هي في الشوطة الثانية تغييرات اللي دارهم صبنا لاعبين كانوا وجدين شفنا سوى التغيير تعالى بالتاكتيك وين شفنا بوسليو وين دخلو هنا تفيق باللي كان اسمع اللاعبين كانوا قاع بوسليو بوسليو وعطيني قابرة من فضلك بوسليو اللي كان خطع من طرف إدارة شباب الوزداد مع بداية الموسم تسريحه كان خطع فادح كان خطع أيضا بتسريح نساخ الذي يملك الخبرة في التعاون مع المجموعة يلعب أو ما يلعبش كان خطع أيضا في تسريح لعبين آخرين في وسط الميدان على شركة شكيلة تليكات اللي كان لاء ممتاز ومنضبط في وسط الميدان في درء إصابة دراوي وفي درء إصابة أيضا ميريزاك اللي كان عندها آثر كبير ما تعلق بأداش الموزداد كيف ترى مواجهة أسك ميموزا حتى نلق مرة في تحضل عاصمة أمين قبل ما معلش تفضل تفضل على أسك ميموزا المقابلة هذه نزيد كلمة برك على وش جاب عبد الحق بن شيخا فارق تحضل عاصمة سترجع الشخصية تاعه لأن لما تلعب مقابلة كما ليلعبوها في رباط أمام جمهور يعني شجع ملاح الفارق تاعه جابي قوة مش من السهل لما ترجع في سكور في الدفوة مقابلة مثل هذه مش حاجة سهلة يعني اللعبين عندما نحية شخصية من نحية المنطال هذا المنطال اللي كان ربما غايب على لعبي شاب بوزداد عندما يتلقى الهدف يفقد الميكانيزم التاعه سنعود طبعا الحديث عن شاب بوزداد طبعا في الجزء الثاني وما شاهدته شخصيا بأم عيني وادلعين ما يكلها إلا الدود وسأكون صارح معكم في رحلة الكواليس التي عشتها لمدة خمسة أيام ما بيتت نادي شاب بوزداد سأتحدث عن أمور شاهدتها شخصيا في طبعا الجزء الثاني أمين بشنا نروح لشابك طبعا نكمل بركهادي اختصار اتحاد العاصمة كانت عنده شخصية ماشي غير كل لاعب اندي فيديوالما يعني في القلوب بالنسبة بالنسبة لأساك ميموزا ما دام اللقاء دهب يلعبه عندهم في عودة هنا نظن اتحاد العاصمة لو يعودنا مقابلات كما لعبهم يتأهل مصطفى سبا كيف ترى موجات بموزا تنقيمية هذا أساك ميموزا كل سنة يتشارك في كوية إفريقية رغم التشبيب كل عام يشبه هذه الفاريخ تحهم لذا نظن لازم ناخده بعين اعتبار لازم ناخده بعين اعتبار للخبرة على أساك ميموزا وفارق على أساك ميموزا يلعب كما يمول في لعب أدوم يصير كالأكستريار فارق هو أكاديمي نعرفه ومدرسة هادية خرجت بزاف لعبين خاصة لعبين اللي ينشطوا في في أوروبا أنا أقول لقاء لقاء صاح سيفريس نقصد بشعاصك من موزا تعليز سنوات الماضية حاجة النقطة الإيجابية ولكن وصول الفارق إلى نصف كأس الكرافية يعني حاجة المريحة عبالك شوف كمان نحن لعبوه في أدغال إفريقيا في أبيجون أبيجون ولا في المغرب العربي موش سهلة كما قولوا إفريقيا سبيسيفيك لها مولتش أدغال كما زمان والله صراح طبعا نروح الآن عبدالحق بالشيخة أحسن ماليش رحوا لعبدالحق رحوا لعبدالحق بالشيخة وكفانا من الخطاب الدماغوجي الخطاب العنصوري والخطاب الجهوي عندما يتألق نادي جزائري بمدرب جزائري نبدو قع النضو مدرب الجزائري وكفاءة الجزائرية أي نعم عندنا كفاءة وعندنا كفاءة مهمشة ومن بلاد الكفاءة كفاءة قابلتني شخصيا رفاق قعدة في وسط الكرسي اللي هو مصطف أسبع كين كفاءة في الجزائر ونخطب دماغوجي لكتا أنتوجون لأن نكون باريو نارتكون فيكتورو لا تأهل نكبرو الأمور وندخموها خلنا نكونوا واقعيين من ناحية طاكتيكية من أميرات كيف وجدت من شيخاف هذه المباراة والله صراحة من المنجل أمين أزوزر ومصطف أسبع أولا نشوفوا لو نشوفوا اللقاء أين نقول باللي كان اللقاء عبالك تقول سيبافري مش هيدي اتحاد العاصمة أعطالها وجه آخر اتحاد العاصمة انضباط الطاكتيكي لغرينطا أنا نقول هذه العوامل هدوما ميجوش هقدك بك وحدهم كون ما يكون وقعي في الخطابه حتى في تصريحاته وقعي سأنت تسمع باللي كان وقعي بعد الحق بشيخان هيف هاجة عنده وقعي في تصريحاته مصطف أسبع محمدا من عزيز يعني هو الآن واش فهمنا باللي الميصة اشتاعوا مع اللعبين هو يقول لك أولادي هو هذي طريقات العاية تحس باللي يخدم معهم فيه ثيقة وتحس باللي يسي يعدل مع كل اللعبين والأحسن يلعب وتحس باللي اللعبين هم حسين روحهم يعني لما تحمل الألوان مثل فريق وإتحاد العاصمة وتكون في هذا المستوى تلجع ما يرتاحهم في خمسة جويلية الجمع الرائع شفتو في ملعب خمسة جويلية يعني هذو كل الزيمة جمع تنساهم عطا حقا أرواع ما يكون سمارك تبوزي سيبورتو دلوشمان باينين ما سيني تراديسون دلوشمان سيني تراديسون كما قولكم السنوات كانوا يقصروا الفينال ودلوشمان وفرحانين كانت كوتور في اتحاد العاصمة كوتور هذه تدمد بالشيخ الكبير لطفل الصغير كيفية عشق ومنصرة اتحاد العاصمة سيني تراديسون هذه ما يشبهي سيبورتو ما يشبهي دعليسهم هذه لا في هذه السنة الأخيرة كانوا انقيسامات كثيرة إلى حد الآن ولكن معا عودة العودة بقوة لاتحاد العاصمة ولحقوا الربع نهائي والفوز أمام الجيش الملكي شفنا بالجمهور عود مصطفى سبع من النحية التكتيكية هل تفوق عقل حق بن شيخ بدون لغة ديماغوجية اللي تخنى فيها العنصرية هكو تجيبوا المدرب التوسي والمدرب الفرنسي والمدرب الأدريب الجاني سيفري كي تكون كافاء مرحبا بها نتكلموا بأقلانية باقيية كيف تفوق عقل حق بن شيخ في مباراة الدهاب والأياب لا تنساش نتكلموا نتكلموا نضعوا الخبرة والكافاءة وخلاتوا يحصي الفريق تحار العاصمة بكل رازل وقوة وننساش تأكدوا عندوا تكنيك عندوا دوا الإكسپيريونس جميتي الابروف الوابسير الوابسير يكون الوابسير الوابسير عندك كل الوسائل للنجاح لهذا نضعوا بن شيخ اللي حد الآن تسيير المقابرة تسيير التدريبات لا تستطيعني لفرس تاوف اللي دوماتش نتاوي تشوف تفوق تاوف تاكتيك رغم اللعب شوف رغم تحضير الديني قرأته للجيد المنافس شوف رغم اللعب مع فريق اللي قلتوه قوي 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 في الفريق المغرب وعنده لعاب في المساوى ولكن لعاب بكل قوى خلال فريق تاوف يسيطر الخصم بالإيجابيات اللي عنده الفريق تاوف أمنتم أتمنى صاح سيفري كما الحبي الحق كما يقوله حبي عرب لك أربعة واحد وين شفناه هو بوكو بلوس إلى جو بلك ديميني تلولانية داروا أنه نطقت ولكن شفناه الفريق إتحاد العاصمة حاجة الإيجابية وش دار هو حاجة اللي عجبتني أنا في اللاعبين في اللاعبين تايتحاد العاصمة كان يديروا كان يديروا بوكو بلوس الحامل الكورة كان يضغطوا عليه وكانت عندهم ينكوفيرتون أشك فو ولكن كي تكون عندهم الكورة شفناه المهاجمين خاصة من لعب الإفريقي اللي كان دور كبير تهوا في هذا اللقاء اللقاء كان في مستوى في مستوى النهار تكون عندهم الكورة يروحوا ديزاتك رابيد وين شفناه ما من الهدف الثاني شوفوا بطريقة تلت لمسات ذهبوا إلى المرمى أنا أقول باللي هذا وما هذا يستطيع استراتيجي سأعملها وكان تم مدرسة حضر كل نواحي وعلى باله بالسيطيات المدرب والطاقة متاحون نضم تحضير في المستوى لهذه المقابلة أو لهذه المستوى تعالك شيخ نزيد لك حاجة كيف تكون في اللقاء كما هكذا يكون عندك بنك احتياطي يكون عندك لعبين في مستوى وين بسك نحن نشوفوا اللقاء في الشوط الثاني شكونوا يداروا اللي داروا البلوس هذا كسير اللاعبين كانوا في الاحتياط هم ما يعطوا لك البلوس شفناه لعبين بكل احترامات اللاعبين سويتوا اللعب مزيان وكانوا كانوا خارج الإطار وين شفناه بدنيا كانوا ما كان جديو بلوس مي شفت كما قولوا اللمسة المدرب وين عطا دين ان شانجمان وين مد البلوس هذا سي سال البلوس امبرضان أميرات لما تشوف الإحصائيات على المقابلة تشوف باللي مقابلة كانت قريسي فأنا شفت في قانات من قنوات المعروفة يعني عالميا نستكلمت باللي مقابلة فيها متعة وكانت في مستوى عالي من الطرفين وما تنساش المقابلة سوستاني أزا برصان برصان للجيش الملاكي و29% للأتحد العاصمة معنى تمركزون ملاح في الملعب ومخلاوش الجيش الملاكي مالغري عندو للا برصان بصح مخلاوش برصان بلوكو لهم لكسنتر المخلاوش نعم لكسنتر لهم لكسنتر لهم لكسنتر لكسنتر يخرج مصطفى لكسنتر يعرف يقرأ يعرف يوظف الأوراق التي تكون عنده يعرف يلعب الفريق يدر خطة التي تناسب في مقابلة تعمل المباراة ويعرف يقرأ نقاط القوى ونقاط ضعف الفريق الخصف يوظف قاعد الأمور ويصيب التوليف لتجيب له نتيجة وهذا هو هل التحكيم أثار على المباراة خلال ضربة الجزاء؟ أو صراحة كيف وجدتم تحكيم؟ تحكيم كانت عندهم إتحاد العاصمة وضربة الجزاء و الهدف الذي تسجل على إتحاد العاصمة كانت فيه كما يقولون أرجو حبيبت بك أن أقول لك بك أمال بللي لقاءت إتحاد اللاكالي في كاسوة إتحاد العاصمة كانت في اللقاء ذهب وين؟ إنه طاع أنكيسي شفتك نهار ما تونكيسيش لم يكن يسجل هدف واحد كان قاعد يدك حنا لقرأ حاجة المليحة تندير في إتحاد العاصمة المنظومة الدفاعية كانت فيه مستوى جيد هذا ما تعلق بإتحاد العاصمة وبمنافستي الكاف ألف مفروك لإتحاد العاصمة وحدهم موفق في مباراة الدور السنائي ضد أساك ميموزا الكود ديفوري الحديث في الجزء الثاني سيكون عن ربيطة أبطالي فيخي عن شباب الوزداد وعن شبيبة القابائل وعن حداث رادس وعن بيان الكاف دون عدم وجود بيان من طرف الاتحادية للتنديد وحتى من جانب شبيبة القابائل ولو حدثت تلك الأمور بملعب خمسة جويلية السؤال الذي نطرحه هل كان بمكان تراجي تونسي أن يعود إلى عرضية الميدان والسؤال الثاني هل كان الحكم أن يوقف المباراة كل هذا سيكون في الجزء الثاني يبقوا معنا لا تدابوا بعدنا